اشهدت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا بمبادرة صاحب السموي الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر التي اعتمدتها الجمعية بإعلان الخامس من شهر إبريل من كل عام يوما دوليا للضمير بدعم من الدول الأعضاء لتعزيز روح الضمير من قبل المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على السلام وحقوق الإنسان والكرامة والتنمية المستدامة جاء ذلك في بيان صحفي أدلت به مونيكا جرايلي المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قالت إن اعتماد الخامس من شهر إبريل يوما دوليا للضمير يعد من الآن فصاعدا فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام يسوده السلام والتضامن والوئام وأشارت رئيسة الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتمادها القرار الذي يحمل عنوان تعزيز ثقافة السلام بحب وضمير توجه الأنظار إلى الروابط القائمة بين الركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وطبيعتها المترابطة التي يعزز كل منها الآخر ونوهت إلى أن الإعلان عن اليوم الدولي للضمير جاء في الوقت المناسب لأن الأمم المتحدة سوف تحيي خلال المنتدى رفيع المستوى في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل الذكرى العشرين لاعتماد الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام المتحدة سوف تحيي خلال المتحدة المتحدة لكم والحسور فاتضل وعندي ملاحظة المتحدة في تحيي خلال المتحدة عمر 5؟ خلال المتحدة بالقل المتحدة لإنسان وطبيعتها in order to build a sustainable world of peace, solidarity and harmony. The PJ welcomes this initiative of the Prime Minister of Bahrain, His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman al-Khalifa, supported by member states, in fostering the spirit of conscience by the international community in order to uphold peace, human rights and dignity and sustainable development. Mrs. Pinoza believes that the declaration is also timely, as the UN will commemorate the 20th anniversary of the adoption of the declaration and program of action on a culture of peace during the high-level forum on 13 September this year.